نيجي للأهلي الأهلي الضربة قاسية رغم أن هي في لعب واحد من التشكيلة الأساسية لكن ضربة قاسية جداً ليه؟ لأن ديانج بقى رئة مهمة في الأهلي وبقى له مسؤوليات تفوق ما أن أنت بتلعب بثنين ضرب تفوق واجبات مركزه أصلاً بيعمل حاجات ممكن بتزيد عن مهم مركزه مش مطلوب أن يعمل أسس مش مطلوب أنه يزيد بشكل كبير جداً في فترات طويلة ما شاء الله ربنا يرجعوا أول حاجة بالسلامة لكن هيكون طبعاً فيهم مؤثر جداً على الرغم من أن أصلاً قال لي ديانج ما كانش أساسي في بداية المنسب وعاصر بايلر كان اللي ملعب حمدي فتحي والسولية لما حمدي فتحي اتصاب راح ملعب السولية جنب ديانج ومن هنا ابتدى ديانج يخش في التيم بس في البدايات ما كانش كده في آخر سبع مباريات على وجه تحديد فجئنا ديانج بمهارة ما كانش احنا بنحطها في الاعتبار في اللعيب اللي هو مركز 8 أو مركز 6 خالص إننا أبقى دريبلر بالكورة واخترق في عمق الملعب إذا كان دي مطلوبة من لعيب تاني بيلعب في الأطراف أو لعيب تحت راس الحربة فهي ما كانش في الحزبان عندنا احنا احنا ما كانش عندنا تشافي هرناندي بزبط يام بقى برشلونة ما كانش عندنا لوكا مودريتش ما عندناش الكلاس ده جال لنا ديانج هو أول يعني أنا ما أذكرش إن مثلا من يام حسن عبد الربو ومحمد شوقي أما كانوا الاتنين فاكر طبعا الاتنين دول أما كانوا دفندرز وكان بيزاي بيقدوا الدور ده أما كانوا بيكملوا ويشوتوا لا ده مش بيسدد لا ده بيخترق ويعمل أسيستات في العمق ويعمل الكلام ده إنما اللي جدت كمان مباراتي الوداد طلعت المغزون اللي عند ديانج في حتة مهمة جدا إن إزاي أنا أعرف أما استلم تحت ضغط القسمة في حتة صغيرة أعمل الفص على طول يعني زي الكورت الهدف الثاني اللي عملها لحسن الشحات في مبارات الوداد في مبارات العود بوش رجل خارجي من الشناوي الكورة جات في نفس الملعب كورة مقتولة تماما لو ما عندوش القدرة على إنه يحط اللعيب في ظهره ويدوس بيها يمشي ودي ما كانتش موجودة عند يعني مثلا ما كانتش عشور ولا طريق حامد اللي هو الكلاس بتاع طبعا لا يعني مش موجودة عند ناس كتير مش عند اللعيبة دول بك الزب الهولدنج ميت فيلدرز اللي إحنا عارفينهم من زمان ستة ستة يعني اللي هو ستة ستة ده إنه هو دايما بيستلم ويدور ويعمل الباس كده ويعمل يعني يدور يدورين زي ما أني يقول ايه طعو وسلم ملكش لعب يعني أول ما تيه طعو سلم الكرة بعد ملكش لعب لا ده إيه بيستلم وبيدوس على الكرة وباس واحد انفراض من نص الملعب للشحات فدي تفرق كتير جدا في استراتيجية يعني أما يلعب أحمد فتحي لا يقل عنه أحمد فتحي يلعب منتخب ولعب مع المنتخب لكن بنتكلم على إن كان فيه فكر تاني يعني فكر تاني إن أنا أضغط منين وكمل أدوس منين ومين اللي يكمل معايا مين اللي أنا هخش مكانه هيفتح لي سكة أو هخش هو العمق دي حتة مهمة جدا 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 هيفقدها النادي الآن وليد سليمان مش كانش هيبدأ أساسي بس وليد سليمان ورقة ورقة مهمة جدا جدا ممكن تقلب موازين أي مباراة فطبعا لا شك إن أنت إيه هتبقى ما عندكش نفس الأوراق ومسكت وليد كمان على طبعا المستوى الفني بيعمل الفريق آخر ثلث ساعة وكمان على مستوى البوش على مستوى القيادة وما أنت في ساعات في المباراة الكبيرة بتحتاج لعب زي وليد سليمان إنك ينزل يا إما لقدر الله متأخر بهدف فبيديك أدبانتج بيديك فرصة أنك تحرز هدف والجزء الثاني إنه بيكون قائد ملعب إنه هو يعمل بيهدي لعيبة بشكل أو بيمسك كورة بشكل كويس فدور وليد كمان ما كانش على مستوى الفني بس لأ كمان على مستوى القيادة مزبوط كلامك مزبوط أنا قبل ما أنت تقول ديك وأنت هقول لك النقطة المهمة إن فجأة إنه دي الأهلي اللعيب الكبار اللي هي عندها خبرات برضو دايماً الخبرات جيل بيسلم جيل أما الأهلي مثلاً فقط عدد من اللعيبة زي أحمد فتحي زي شريف إكرامي اللعيبة اللي هي إيه بقالها سنين وعارفة إزاي عندها روح القيادة وروح إنه اللي هي مستوى قط اللبس قط اللبس دي ما كانش بتتقال زمان لأن اللعيبة إنزل على بركة ربنا كده وخلاص طبعاً بركة ربنا أعلى من أي حاجة بس إيه ما فيش الفكر بتاع أن أنت قط اللبس دي إنت بتعامل للنعيبة إزاي وقائد إزاي ويلمهم إزاي وإسكانوا حيحمسوا بعض بحاجة متفئيل عليها فدي مهمة جداً لأنه الباقي من العجينة بتاعة الأهلي اللي عارف العجينة اللي هي بتعجم فيها العيب كده في الأهلي هي دي اللي كان باقي فطبعاً ده لا شك مؤثر جداً أما صرح جمعة فإيه هو مش في الحزبان فالكلامنا عن راديانج وواليد سليمان نيجي لحتة مهمة جداً إحنا الوقت في الإيباليويشن أو في التقييم الفني بتاعنا إنت لما بتيجي تتكلم على علي معلول ما يجبش أنك تتكلم على علي معلول اللي أنت شايفه في السنة دي والسنة اللي فاتت كان من أحسن لعيبة أنا بحطه السنة اللي فاتت اللي هو موسم 2018-2019 أحسن لها في مصر مش كلام صناعة أهدف وتسجيل أهدف وكرات عرضية وكان عامل شغل فوق الوصف وبالذات لو تفتكر في المباراة اللي كان بقى الترجي في تونس لما فجأة لقيته جوه منطقة الجزاء جاب جول وفجأة راح يمين أنا عمره وشفت باك شو ما ليه راح يمين راح تلوينجل يمين وعملها العرضية بتاعت أشيه صحيح يعني حاجة كانت مبهرة كان في أفضل حالات الطبيعة ومازال ما بصراحة يعني على معلول من أفضل من أفضل العوامل إن شاء الله بإذن الله تساعد النادي الأهلي في المباراة اللي جاي بس أما تيجي بتتكلم بقى على علي معلول لازم هنا تخط الشخص واللي هيلعب عليه عشان تبقى تقييمك صح أنا علي معلول عنده الناحية اللجومية ممكن ياخد فيها تسعة ونص من عشر إنما النواحة الدفاعية أقل شوية بس انت هتلعب على مين على زيزو على زيزو هنا في عبء على كلا اللاعبين زيزو هو بيهاجم بيفكر في معلول اللي هو حيجي على الناحية دي فحيلعب على مثل لو حازم إمام اللي هو لسه راجع بعد إصابات طويلة أو أحمد عيد اللي هو لسه صغير في السن وخبراته قليلة ففي دماغه إنه أنا مسئوليتي إنما أساعد هنا فحيهاجم هو فكره في الدفاع وحيدافع هو فكر في الوجوم فنفس الكلام علي معلول علي معلول في العادي هو عنده سرعة الانطلاق لكن في دماغه مين زيزو اللي هو في فورمة فنية كويسة ويقدر إنه يخترق ويلعب كرات عرضية فبقت الموضوع مشترك لازم أقيم اللعبين في الأداء في الحتة دي كمان بقى نقطة مهمة جدا فارق كبير جدا بين لعيب الكلاسيك وينجر اللي هو لو جات له عشر كور تسعة منهم هو رايع على الطرف وباللعيب هو فكره في الدخول على جوه يعني فكره إنه يخش على جوه عشان كده بتفري برضو دكتور في يعني إذا كان لعيب أيمن بيلعب ناحية الشمال أو لعيب أيصر بيلعب ناحية اللي الله ينور عليك دي لسه كنت حولك إزاي بقى أنا مثلا لو فرض إن حسين الشحات هيلعب مثلا على إسلام جابر أو على عبدالله جمعة زي ما كان المفتر الأول عبدالله جمعة بيلعب برجل الشمال فأنا لو أنا بجي من على الطرف وأنا بلفلك عايز أقطع رجل الشمال هي اللي قريبة أسهل أسهل يعني أنا لوقتي حسين الشحات رايح على خط الملعب ورايح على خط الملعب وجاري معامين عبدالله جمعة رجل الشمال أما يطلع كده يبقى هي العدلة بتاعته لكن لو حسين الشحات ده لو بدل حسين الشحات وليد سليمان وليد سليمان بيعمل إيه مرة كده ومرات يخش من العمق فلما يخش الجوة جالك على أني رجل على الرجل الضعف على الرجل الأضعف فيبقى أصعب في التعامل حتى بنوصل للدقة بيقولوا كده روح على الرجل الضعيفة لو واحد يعني مخاصة اليومين دول وانت عارف على القرى العالمية بتلاقي بس محمد صلاح هو أشوال بيلعب ناحية اليمين عشان حتى الباك ما يعرفش هو دايما يقول لك إيه مش كل واحد يبقى شغلك محفوز لكن هو لو انت بتلعب برجلك الشمال انت متعرفش هو يطرع يطلع من على على الخط ولا هم يخش الجوة فعنده تفكري هي دي عارف زمان كان مفيش حاجة اسمها في كورة القدم أصلا إنه واحد أيمن هيلعب شمال مفيش ولا واحد بيلعب رجل الشمال يروح يمين ما كانش فيه بقت سماء بقت في علم كورة القدم كده الوينج العكسي أو الجناح العكسي اللي هو صلاح بيلعب رجل الشمال فبيروح يمين أجايه بيلعب رجل المين فبيروحش يعني يعني العكس ليه لإن ما بقاش في كورة القدم إنك بتلعب على الخط بس عشان كده حت الأجناح السابتة دي ليه اختفت من كورة القدم لإنك إنت لو بتلعب لوقتي جناح كده زي مصف عبد الزمان جاهر من الكورة ويجري وراها لكن ما فيش كده الوقت وعلى مستوى الأرقام تحس إن دايما البكات ظهرين الجنب هم أكتر ناس بيعملوا كروسات لأنه خلاص ما بقاش يبقى بيبقى دايما الوينج هو اللي بيخش الجوة بيوسع مساحة للباك عشان هو اللي يعمل الكروس اللي هو الأوبرلاب الحسابات دي فين الحسابات دي في الأطراف حيكون لها شكل كبير أو دخل كبير بمواجهة الأهل والزمان اللي حيلعب قدام علي معلول جابها سنائية فيها مؤكد زيزو زيزو ده اللي هو الوينجر بس مين اللي حيلعب قدامه هل أحمد عيد ولا حازم إمام حازم إمام عنده خبرات أكتر وبيقوم بالأدوار الهجومية أكتر بس بحكم النفس والسن أحمد عيد يقدر يبقى في السرعات يقدر مينتنانس أو يبقى في السرعات الاستمرارية في السرعات لفترات كبيرة فدي يعتمد علي معلول أما يطلع مين اللي حيقوم بالتغطية هنا ده لازم بقى من أدوار مهمة جدا للتينة الديفندرز اللي بقى حمد فتح والسولية واحد منهم لازم يبقى في دماغه طول الماتش أنه هو حيغطي الحتة اللي وقى معلوه بيجانب بقى تاني أنه أنت قدامك جونيور أجاييه يعني هو مثلا بنتكلم في ناحية علي معلول جونيور أجاييه جونيور أجاييه أصلاً ما يتوصاش هو من غير ما تقوله هو عارف نفسه أنه حيرجع في الحتة دي وحيقوم بدور الباك يبقى إذن 2 على 2 بس الاتنين على اتنين دي ممكن توفر زيادة عددية بالديفندرز يعني لو مثلا بيلعب ناحية دي مثلا السولية والسولية جاه قابل من بدري شوية يبقى وفر خلى لك الاتنين دول عندهم حرية في الحركة خلى أجاييه وعلي معلول قدام شوية ليهم نفس شوية نرجع بساعة بساعة بيتقلل جزئية دي برضو الديفندر ما يتقبلش بسرعة عشان ما تترأس أو ما تبعش نفسك أو ما تبعش نفسك فعطل عطل كلمة عطل دي لو مثلا أجاييه طالع وعلي معلول طالع ومثلا كرة ناحية ناحية الميل لناديزة مالك وعمر السولية قابل مش لازم عمر السولية لازم يتعب كرة ممكن يعطل شوية لغاية ما واحد من الاتنين يرجع يغطي مركزه فده الكفرينج اللي بتكلمه عليه نجي بقى الأهم منطقة في الملعب هي المنطقة الفاصلة لصالح فريق على الأخر عشرة ولا مين اللي هي لأ الناحية التانية اللي هي يمين الأهلي شمال الزمالك الناحية دي المفترض أن محمد هاني هو اللي حيلعب وإن شاء الله يكون سليم بقى ويكون في الفورمة كويسة لأن لازم اللي يلعب في الحتة دي يكون فورمته البدنية أولاً كويسة ليه؟ لأنه يلعب على أكتر لعب مؤثر في زمالك دلوقتي اللي هو بنشرق هنا لازم أما تيجي تفصص الحتة دي تشوف نوعية بنشرق إيه خبالك أنت متحلل أكتر وتخش في عمق أداء اللاعب في لعيب سرعته بالكرة لو بيجري الواحده أما بيجري وراء الكرة يقولك إيه؟ الكرة دي هدف فأنت بتحمسك بتخلي الأدرينالين يفرص في جسمك فبتجري بسرعة أكبر لو بتجري بغير الكرة السرعة دي وفيه لعيب سرعته بالكرة طب بنشرق من أني نوعية بنشرق لو استلم وحدة طويلة كده يقل لخمسين في الماء قوة بنشرق في استلامه بالكرة يعني أنت لو خلته استلم قوته في أنه يقدر يرقص ويقدر يعد ويعمل عرضية يعمل شغل يخش الجوة زي مثلاً محسن مباراتات الترجي في سوبر الأفريق وزي ما بنشرق برضو عمل في الماتش اللي هو تلتة واحدة هنا أنت فارق كبير قوي بين لعيب يقدر يجري على العكس مثلاً هقول لك مثلاً نقول مثال جونير أجاي قوته أكتر في أنه يجري ويستلم من وضع الحركة وده وده بيعمل وده بيبقى دايماً في التمرين أنا بعرف المداري بيقول لك أو أنت من خلال تدريبك مع زميلك بتعرف أنا حدي حسين الشحات في رجليه ولا أديله في مساحة أنا أديله في رجليه عشان لو عملتله في مساحة ما عندهش السرعات الكافية أنه يوصد فدي بيتبان أنت قلت النموذجين بين شرق والشحات قوتهم في إن معكورة هو معكورة عنده المهارة يعني فعشان كده حسين الشحات وجوده في الناحية اليمين دي هو عنصر فارق بالنسبة للأهلي يعني الجابة اليمين للأهلي اللي هي بتقابل الشمال لزملك ونفس الكلام بن شرق بن شرق فبين شرق أنا شايف إنه هو إما أن بن شرق هتوقفه هتوقفه إزاي لا تعب بأنه يجري في مساح دي المدربين يعني هو أنت قوته فيه أنه يستلم الكرة فبقدر الإمكان نمرة واحد ما يستلمش كمان قبل ما ما يستلمش إنه تقطع خط التمريرة يعني أنا لو مثلا واحد في نص الملعب طريق حامل بيلمي مثلا الكرة وعايز يدي بن شرقي لا يبقى الضغط على طريق حامل عشان أمنع أصلا قافل عليه زوية التمرير عشان ما يوصلش ولو الكرة وصلت له يبقى الضغط ضغط عليه بشكل مباشر بتأثر عليه الوقت والمساحة إنه يقدر تعرف يا دكتور اللي هو المهارة إنه هو لو استلم ولف وبقى مواجه ليك حتقابل صعوبة الجزء بقى إنك تضغط عليه في وقت قليل جدا حتى لو استلم عشان ما يستلمش لا قدرة اللعب برضو في حتة مهمة بتتقاس دلوقتي حتى بالمايكرو ساكند يعني يعني إيه بيقولك إيه فيه لعيب الكرة وهي جياله القرار بتخزن في دماغه عارف إنه هو حيسنت كده ببص على طول اللعب جياله من وراه أو حيروح جات له الكرة خدها كده بمباشرة شط بيها بالشمال أو عمل خطوة منتبع الكرة في التعامل اللعب أو هي جياله ثلاث خطوات استلام تهيئة أو ترئيصة ثم تصرف إما بتمرير أو تزديد الثلاث حاجات دول ممكنوا هنيعملهم بواحدة واحدة بس جات له كده تيك خلاص هي واحدة أو يعملهم باتنين سند وتيك أو واحد بقى يعملهم ثلاثة يعني خندة ولمة ولمة من اللي بيعملوا خطوات بين شرقي من اللي بيعملوا خطوات برضو حسين الشحات بس بين شرقي عنده خطوات أكتر